اشتركوا في القناة شيدة الزهراء عليها السلام شنو هذا الخرط وليش وعلى اي اساس انا لما قرأت الخبر شوي راح انجن بس الحمد لله لقيت مقطع للشيخ اسد قصير حرقهم في حرق اولا انت لم تشاهد الفيلم كيف تفتي بانك بان هذا الفيلم لا يجوز مشاهدته وانت لم تشاهد الفيلم ولم ايضا يشاهده من يقدم لك صور عن الفيلم قلنا بان هذا الفيلم اولا لا يحتوي على اي ما ينافي قدسة الانبياء بل الفيلم تم انتاجه على الرؤية الشيعية بالتالي الفيلم لا يحتوي على اي مشهد حتى في الاداء لا يحتوي على اي مشهد فيه انتقاص بل كل ما في الفيلم هو يقدم الصورة الراقية والنقية لهذا السبب نحن نقول لهؤلاء بانكم انتم الان تكشفون عن خلفية اصدار الفتاوى عندكم يعني هكذا هكذا تفتون امزجه يعني نعم على الهوى يعني كل واحد بمزاقه يعني اها يعني كل هذول المراجع اللي افتوا ضد فيلم لا شايفين سيناريو لا شايفين لقفة منه لا مطلعين على المصادر لا شايفين ممثلين لا مخرجين على اي اساس افتوا اشتركوا في القناة